بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم اشخباركم احوالكم طيبة اتمنىكم يارب يتكونوا كاملين بصحة وسلامة يا رب اليوم ان شاء الله غد نحضر مع بعض جوج وصفات بالمكارونا لسد جوع العيل يعني وصفات سهلين تعتامدهم كوجبة عشاء خفاف دراف هائلين والداد يعني المكارونا بسلسة البستو والسلسة البيضاء قد جي هائلة معل اللي كان ديك تعليك اللي كي يحمق عليها الكل وايضا غد نشوفوا مكارونا بسلسة تماطم وبطقعة هكا ديال الجاج كد جي شهو منها جوج وصفات كيف قلت خفاف دراف سهلين في التحضير سريع التحضير والداد انا الصراحة لله هادو كان اعتامدهم كوجبة غداء كان نغير بهم دوك الوجبات اليومية يعني ديك الحيرة ديال كل نهار مرة مرة يعني كان ديهم كوجبة غداء واللي بغي اعتامدهم كوجبة عشاء راه كي يجيو شهو منهم غنبدا اول شي بتحضير سلسة البستو اللي غادي نحتاجو لها الحبق الحبق كيت باع عند اللي كي بيعوا ربيع والخاص وهذا تلقاوها ربيطة هكا ديال الحبق عندي جوج وصوص كبار ديال التوم عندي بيض حبات ديال جوز ويلا كان السنة وبرم تابعة الحال وعندي جبن احمر تقريبا واحد جوج تلت لاسة مع القبار ديال جبن احمر زيت زيتون ملح وابزار او لفلفل اسود هادو هما المكونات باش غادي نحضروا سلسة البستو سهلة التحضير كتعطي كمية غزالة وممتازة وتحضير منزلي حسن ما نشريها من على برها بتامان غالي يعني شفتوا الطريقة ديالها ره سهلة غادي نوضع كل شي في هاد الكأس وغادي نميكسيه مع بعض ممكن نضيفوا لها حتى المعدنوس كيلي كيبغي يزيد يقاد دوق ديالها او لا يعزز دوق المداق ديالها زيدوا الورق ديال معدنوس زيدوا الورق ديال السبانخ يعني كتجي هائلة وبجبن بارمزون كتجي روعة انا ما متوفرس عندي درت جبن احمر او لا جبن ايدان وضعت الكل في الكأس وطحنتوا بشوية ديال زيت الزيتون وانتو ما كتتحكموا في زيت الزيتون كنزيد بشوية بشوية يعني حتى كتحصلوا على القوام اللي انتو ما بغيتو صلصة هائلة توضفوها المعجنات توضفوها لده الخبز توضفوها يعني للأرز توضفوها لجميع الأطباق يعني اللي كتحتاج هاد داسميتو كتجي غزالة كتنسبها وكتعتعوا حد المداق غزال ناهيك على انها صلصة صحية بمتياز هاد الصلصة يعني من الصلصات الصحية اللي كنقوله صحية صحية بامتياز هادي يعني حتيلك اللي تهارها مكلة ودوة ومنفعة كانوا وضعها في القرعة وتغطيوا عليها بزيت الزيتون يعني حاولوا خليوا قيمة أسبوع وزيدوا عليها زيت الزيتون وتحتفظوا بها في الدلاجة تبقى معكم وضعت الخمسة تاشر يوم وهذا مع دم ما يسرى لها في مقلات وضعت فيها تقريبا واحدة ربعات المعالقة ديال زيت الزيتون وغادي نوجدوا يعني الصلصة البيضاء اللي غادي نطيبوا فيها المعجنات الأولى عندي هنا واحد الحبة ديال بصل صغيرة اللي شلطتها كمكعبات غادي نشحرف هاد زيت عريتما تدبال او لا تنزل لي هاد اسميتو وغادي نضيف لها فتر طاري تقريبا هنا عندي واحد خمسة الحبات اللي قطعتهم بهذا الشكل تضيفوا اي كمية وضيفوا اي خضر يعني ما تقيدوش بهذا المكونات تضيفوا اي خضر ممكن تضيفوها لهذا المعجنات كتجيبها غزارة وانا فايت لي محضرها بسباني اخو فايت لي محضرها يعني بعد ذا الطرق راها كتجيب جميع الطرق يعني كتجي لدي ذا بعد ما تشحر لي ذاك البصلاء مع ذاك الفتر غدا نضيف لي هنا قشدة طارية تقريبا واحد ميتين ميليليت خضير القشدة طارية قياس دي الملح رشة دي الملح ورشة دي اللي بزهار او للفلفل اسود انت سين عليها رأيتها ما تغلى لي هاد القشدة او هاد الكريمة والاخوات انا رفيت لي نزلتها قلت هاد القشدة كتبع في بيم يعني تمانها رخيص في المتناول وممتازة توضفوها الطهي وتوضفوها حتى الحلويات كتجيها الى جدا وغدا نضيف هاد الاثناء سلسة البستو وضيفو حتى يعني قياسكم تقريبا واحد ثلاثة اربعات المعالق ونحاول نمسح القرعاء انا كان نمسح القرعاء ننزل وندير شوية ديال زيت زيتون ونحتفظ بها في تلاجة باش ما تخسرش وباش ما تتعفنش هنا بالنسبة للسلسة البستو انا رضفت الثلاثة المعالق كبار نخليها تقريبا واحد الثدقاء يقتغلى لي الكريمة ونضيف لها المعجنات اللي كنت سالقتهم من قبل في ماء مملح كيش شو الوصفة اللي فاتت قلت لكم انا المعاجنات كنحتافظ بهم وكل مرة كننوظفهم بشكل كنضيف لهم سلسة بشكل يعني الاولى راني كنت ساوت بها السلطة في التحضيرات ديال اللانش بوكس والمتبقي انا ديرتوب هاد السلسة البيضاء والسلسة البستو كنمزج هاد المكونات جيدا وكنخليها وحد الرشة ديال الجبن اضافة جبن موزاريلا امتبت الحال كتقدوا الدوق من ناحية الملح صافي وهالوجبة ديالنا وجدة وجبة سريعة في عشرة ديال البدقاء كتكون حاضرة لديدة وجبة عشاء مشبيعة او لان في الغالب انا كنحضرهم في الغضاء كنزيد معام هاكا شي حاجة وصافي ضبط هنا سلسة البستو في التالي وهدا هو القوام ديالها كتجي مع الكهائلة الديدة الديدة ديك سلسة ديال البستو كتحتها وحد المدى قغزال وديك التعليكة ديال الجبن كتجي فيها هائلة وكيف قول سريعة والدغية كتوجد معاكم وبالنسبة الوصفة التانية هادي نحتاجوا لها ايضا هي هاد النوع ديال المقارونة بالقشيوشات اولادوك هادا ديال الجاج كنجمع كمية مني كنتقدر يعني كنجمعهم هكذا في بلاستيكة ايضا مشرملين هنا عندي فطنجرة ديال الضغط هنا عندي بسلة غنطارية وعندي واحد جوج فصوص كبارين ديال التوم غنشحرهم شوية ديال الزيت تقريبا واحد ثلاثة المعالقة تار ربعة المعالقة ديال الزيت ممكن تديروا مزيج ما بين زيت الزيتون والزيت نباتي وضعت فيهم هاديك الكبيدة والقلب وذيك الكنيسة وهكذا يعني مغسولين مقطعين ناشفين ومشرملين وكان وضعهم في المجمد وضعت عليهم هنا تقريبا عندي كأس ديال الطماطم هادي تحضير منزلين ان شاء الله يعني انا دائما كنحضرها معاكم دوك القرائي اللي كنحضر ديال المطيشة كأس اولى غادي تحكوا واحد ثلاثة الحبة ديال الطماطم معلقة كبيرة ديال الربيع القياس ديال الملح معلقة صغيرة ديال كوركم معلقة صغيرة ديال بابريكا نصف معلقة ديال سكنجبير رسل معلقة ديال البزار والقيس ديال الملح سوف نضيف لهم تقريبا واحد جوج كؤوس كبار ديال الماء وهنا عندي الحبق اولى البازيلي كي أعطي واحد الماطقة ها الليبات اولى الماكارونة بجميع انواعها توفر فداك ما توفرش مشي اشكال قطعتهم وضفتهم الليبات ديالي وغطيت عليهم تقريبا واحد نساعة هاكاك ريتا مطاب وليدوك القشيوشات غادي المدين اخد هادك القطع كيف درتهم هاكا ممكن ديرهم بالقطع ديال الدجاج او لبصدر الدجاج بنفس الطريق خديت هادوك القطع من بعد ما طابوا وضعتهم في كاسخول وغادي نوضع في هاد الماراق هنا عندي هاد النوع ديال الماكارونة نصف كيلو ديال هادا اللي ادوزها في الماء غليان مع شوية ديال ملح شوية ديال الزيت تلقت لي تقريبا اثمانية تلت عدد ديال دقائق وصفيتها وضعتها باش تشرب ليدك الماراق او لديك السلسة يعني تقريبا غادي نحركها قيمت واحد ثلاثة ديال دقائق صافيوها البلا ديال نواجد سكبتها في طبق التقديم وغادي نوضع علي هادوك القشيوشات هكذا من الفوق كيجي طبق رائع سريع التحضير خفيف ضريف توضفوه للغضاء او للعشاء لاش محبت خاطركم وكيجي هائل ومدقو غزال وبهكده حلقتنا ديال اليوم غادي تكون سلاد نسمدنا تكونوا استفتوا من هاد افكار شكرا للمتابعة وانتظرون في الحلقات المقبلة باتني الله